في وسط أخبار النكد الطالعين داخلين نقولها عليكم خاصة نحن بقى في الإعلام وخرج لفاصل وارجع بخبر ينكد أكتر من الأول وبيقول لك مش عارف كم مصاب وبيقول لك كم متوف وبيقول لك اللقاح مش عارف مش هيعمل إيه ويعمل إيه في وسط ده كله احنا يعني النكد بقى جزء الحقيقة من حياتنا يعني فإحنا نهارده بنتكلم إزاي نكون متفقلين يعني في وسط الأحداث اللي بتجرى حوالينا إلحق فلان اتصاب إلحق فلان مريض إلحق حصل إلحق جرى إزاي نكون متفقلين إزاي الموضوع ما يوصلناش لفكرة الاكتئاب ويسكن جوانا وما يخرجش وبدل ما يبقى عندنا أمراض يبقى عندنا أمراض جسدية وعندنا كمان أمراض نفسية منها الاكتئاب نعمل ده إزاي ده الحقيقة السؤال الكبير اللي عايزين نتراحه النهارده لكن اسمحونا في البداية نرحب بضفنا اللي بنوارنا دكتور طارق الياس الخبير التنمية البشرية وتعديل السلوك أهلا بيك يا دكتور بنوارنا جدا كل سنة وانت طيب ولكل مشاهدينك وحضرتك طيب وبخير دكتور لا أخفي عليك سرا يعني وحرك يتابع معنا الماكد اللي دار حوالينا في كل مكان طيب يعني زي وسط ده كله إن أنا أكون متفائل ده أنا حس إن أنا عايب إن أنا أتكلم مع التفاول ده اللي يمكن علشان الناس كلها بتتكلم في شيء واحد أي ولكن بتحدث أشياء لو أنت توقفت عندها شوية هتقول لا ده لسه فيه أمل أي إنه أحيانا بيبقى ضحكة طفل صغير كده وهو قاعد في حضن أبوه فتلاقيه بيابتسم وسعيد سعيد فييجي يقولك الله طبعه لسه فيه ابتسامة حلوة في حياتي أهو بس علشان حواليه الأخبار وحشة من كل مكان فبيبقى مش متخيل إن ده نعمة من عند ربنا أنا عايز أقولك ما يحدث اليوم بيفكرني بالحكاية المتوضعة بتاعت اللي راح يبيع بيته فطلب من حد متخصص يبيع له البيت فرح الراجل ولأنه متخصص فرح منزل إعلان عن البيت ده اللي هيتباع فكاتب مساحته وإنه في مكان الهوى فيه بحري وإبلي ومش عارف فيه غرف فين والمدخل بتاعه مش عارف سعة قد إيه والجو والبيئة صحية وما فيه الزحام فالراجل قال لك الله وإحنا بيتي لن هبيعه كان فيه كل المميزات دي أنا معرفش فلغى فكرة البيع حضرتك لما اكتشف بعين مش بتاعته قد إيه أنه كان يمتلك شيء مهم وكان شيء جميل صحيح فعايز أقول لك أنه إحنا في حياتنا وطالما عينينا مش شايفة ما نحن فيه الآن وقد يكون ده نعمة عظيمة جدا من الخلق العظيم لأنه ما حدث اليوم بخلاك تكتشف أنه فيه حاجات في حياتك حلوة جدا وإنت مكنتش بتتوقف عن ده صحيح إنك تنزل في أماكن كانت مزدحمة وما كنتش بتقلق إنك تحضر الأفراح وتحضر جميع أنواع المناسبات ولمت إصحابك أو تقعد في كافية مثلا يبقى الناس فوق بعضها وإنت تبقى سعيد جدا لما نشوف حد نحضنه ونغضب الحض لأنه ما كانش في دماغنا حاجة صحيح حتى السلام بالإيد بدأنا نشتاء له فعشان كده خلينا يبقى عندنا أمل بعودة الأشياء دي كلها مش انتهاءها لأن دايماً للناس الأدام كان عندهم حكمة يقولك اشتد يا أزمة ستنفرج ما هي الحاجة هي كانت وقت بمعنى إيه ما فيش حاجة بالدوم زي ما إحنا كانت مرت علينا أيام كنا صعداء بأشياء معينة أو كنا مش حاسين بيها قوي بس كنا من جوانا ما عندناش مشكلة بدأنا نتمنى عودتها طبعا التفاؤل استعداد التفاؤل لازم يكون استعداد من جواك يعني التفاؤل يعني استعداد من جواك أن أنا أكون متفائل طبعا أنا يا دكتور أنا بتولد به ولا أنا بكتسبه من الناس اللي حولي ولا هي طبيعة أشخاص متفائلة وطبيعة أشخاص متشأمة عرف حراك المثل الشهير بتاع كان فيه فولو السنزق العظيم أما كان بيقول الهنيدي كل شوية يقوله بيقولك أن الطيارة لما تقع بيقولك فإحنا حوالينا برضو كده يعني فهو إزاي التفاؤل ده يعني يبقى جوانا هي قوة داخلية ما هواش ضعف والإنسان المؤمن بيبقى قوي بطبعه خد بالك أن الإيمان في هذه اللحظة يمثل 70% من حل الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي لأنك تشعر أن الله سبحانه وتعالى هيقف معنا وأنه ربنا كبير ربنا موجود وطالما أنه هو موجود فأنت ما تقلقش لأنه إذا كان بعث لنا ده يبقى فيه حكمة وهو كمان اللي هينهي الأزمة اللي احنا متواجدين فيها هي مسألة وقت زي ما قلت لك ومع الإيمان بقى لازم تبقى حضرتك وانت حطت بعض الإجراءات الاحترازية بدون ألقة يعني أنت لابسك ماما وانت ماشي معلش أنا ببسلمش بس دحكتك بتسبقك خد بالك بقى إيه لما يكون الواحد بيبقى تعبان بس مبتسم لا يشعر أحد بأنه تعبان إذن هي الابتسامة قوة هي الابتسامة دلاتي بيتبان في عينينا أكتر يا دكتور لأن الكماما بس تحس أن انت وشك تحت الكماما بيبان أن انت خدك كده بيتحرك وانت بتضحك فبيبان على فكرة أن انت مبتسم لكن ما تستسلمش بيقولك في القطب الشمالي وصلت درجات الحرارة إلى 50 مينس ومع ذلك الناس لما قعدت في البيوت خافت لا تموت وهم متجمدين فعملوا حاجة عجيبة جدا اتفقوا مع بعض وخرجوا في مظاهرة صغيرة كده حضنوا بها إيدين بعض وطلبوا من الله أن يخف عنهم لما اجتمعوا مع بعض ومشوا تدد طبيعة اللي هم مش هيقدروا يعملوا فيها حاجة ما هو الطبيعة دي من عند ربنا ولكن قالك خلينا نبان بينا وبين بعض أننا مدعمين لبعض أنا عايز أقولك أنه الإنسان وطالما أنه هو عايش هيقابله حاجات كتير في حياته جدا إخفقات ونجاحات بس إحنا عبنا أن إحنا نقف عند الإخفقات أكتر ما بنقف عند النجاحات يعني دايما الخبر السعيد ما بياخدش وقت كتير في حياتنا صحيح والأخبار السيئة بتاخد أيام يقولك عملوا إيه بقى كل شيء يقولك طب عملوا إيه في نفس الموضوع النكد لا ومش بس كده ده يقولك لو واحد خد مكافأة يشعر بها في يومها أي وخلاص وخلطة الحكاية أعرف لو خد خصم من نواتب بتاعه يقعد عشرة يام يتكلم فيها صحيح يقعد محروق دمه وينكد على نفسه وينكد على اللي في البيت علشان هم الدول وخصم صحيح طب ده معناه إيه بقى ده معناه أن حضرتك مش متوازن ما بين الاتنين إذن علينا أن نعود للتوازن مرة تانية مش عايف يا دكتور أسألها زي بس يعني إزاي عدي الظروف أو إزاي أن أنا يعني أخد من الظروف اللي حوالي دي بدل ما هي تبقى حاجات نكت في حياتي تبقى أنا كسبت خبرات جديدة في حياتي للتعامل يعني كيف أنظر للأشياء بشكل عام حوالي سواء كانت أشياء حلوة أو أشياء وحشية ابدأ دايما بحلقة ديئة مش حلقة واسعة إزاي يعني يعني شوف أقرب الناس اللي أنت فيه لينك بينك وبينهم وفي الغالب قد يكون بيتك طبعا لما أنت بتصدر الفكر السلبي جوه البيت أنت بتعمل مشكلة ضخمة أنك أنت المكان الوحيد اللي ممكن ترتاح فيه وتهرب من كل ما هو سلبي في حياتك هو بيتك فلما تعود خلي الابتسامة على وجهك مهما كانت الضغوط عليك وابدأ بأنك تدي الأمان للقريبين منك حافظ عليهم خلي الإجراءات الاحترازية اللي موجودة داخل البيت هي هتكون محدودة لأنك أنت بينك وبينهم أنتوا عارفين بعض وفاهمين أنتوا بتعملوا إيه غسيل الإيد والكمامة وإحنا خارجين والقصة دي كلها مش حكايتنا بس ابدأ بالحلقة الأول صغيرة فما تخلهمش يصدروا لك هما كمان إحساس بالخوف عامل زي بالظبط إن نبقى قاعدين فجأة وتقطع لإيه الطيار الكهربائي عن الشقة لما تكون حضرتك قوي فحضرتك تبتاسم وتقول طب وماله ده حتى كده شوي يعنينا حتإيه حتعتاد على الظلمة وحنشوب بعض بس ما تستعجلوش ومحدش يقلق قو مفتح أقرب شباك جنبك حتجد أن فيه أماكن لسه مضاقة مش كهرباء ما بتتقعش في عموم المكان ده معناه أن الحياة لازالت مستمرة خدهم خد أطفالك خد أولادك خليهم يبصوا ما تخافوش يا أولادي مش آخر الحياة طب نعمل إيه بقى يا بابا إحنا بكرا هنبقى أحسن الكهرباء جاية بعد شوي وإحنا عاديين بنتحك وبنتكلم تبصت لقى الكهرباء جات يعتاد من حولك على إنهم ما يتوقفوش عند الأشياء العجيبة دي وإنهم ما يقلقوش حتى أنت جواك ما تقلقش في واحد يركب الطائرة خايف من المطبات الهوائية لكن لو قعد وبدأ يصلي وبدأ يطلب من القديسين اللي بيطلب منهم دائما أن يكونوا وسطاءه عند ربنا يا مسيح وقف معايا يا عدر خليك فكراني ويقضي يصلي بس من قلبه يعني هتبص تلاقي الأمور بدأت تهدأ من جواه مش من خارجه عشان كده ابدأ بالدوائر الصغيرة وبعدين وسحها بالتدريج طب يا دكتور يعني هل التفاؤل ده يعني أنا لما أكون شخص متفائل وبدل ما أنا كل يوم أنا أكد على الناس وقول لهم الحاجات اللي أنا بقولها دي الصبح الأرقام هل التفاؤل ده حاجة معدية يعني يعني لما أنا أشعر بالتفاؤل الأسرة اللي معايا في البيت يبقوا برضو حاسين بالأمان الناس اللي معايا في الشغلة حاسين بالأمان أكيد لأن كمان البؤس والكآبة معدية أي حضرتك لما تلاقي واحد بائس وقاعد يكلمك ويبص لك الأحزان من أول ما بيشوفك بتجد نفسك في نهاية اليوم أنت مزاجك مش كويس أي صحيح وتقعد تتساءل طب أنا كويس هو أنا مين اللي مدايقني اللي دايقك الوجبة البائسة اللي أنت خدتها في بداية اليوم اللي أنت استمعت بها الصبح إنت ما شفتش واحد لما بيلاقيك مبتاسم يقولك هو فيه إيه بيخلي الواحد يبقى مبسوط ما لك سعيد ومتفائل أو تدريك يا ده يكون مبسوط يا ده علشان كده أنا مش عايزك تستسلم للنوعية دي من الناس قلهم يا عم ما هو أصلا أهم حاجة أن الواحد بينه وبين ربنا يبتسم لأن كل نعمة في حياتنا ما ننسهاش هي دي الحكاية وطالما أن أنا صحيتي الحمد لله بخير ولم تهتز بشيء حتى الآن يبقى كل ساعة بتعدي علي لازم أكون سعيد وبشكر ربنا وبقوله أنك واقف معايا فكرة جميلة يا دكتور وحلو قوي الحياة أنا بشوفها الأيام دي ومبسوط بها قوي هي فكرة السند يعني الناس اللي منلاقي حد عنده كورونا من قريبنا أو من معارفنا منلاقي ناس القريبين منه في السكن أو القريبين منه في العيلة يعملوا كده حل يتمحش كده وروحوا طوعة الباب يكلموا كلمتين حلوين يقولوا ما تقلقش أنت تعرف أن فلان عدى منها وفلان خلاص بيقولك اتحول لسلبي وفلان بعد ما بجيب له بقى الأخبار السيئة إزاي نكون سند لبعض في الأيام الصعبة لحي من العاشة إننا دايما نقول ولا يهمك خليه على الله وربنا هيعديها ودايما ما نتوقفش عند كل حاجة ونقول إيه يا إنت جالك إزاي ومنين طب وهتعمل إيه أنا كده زودت له الأزمة أكتر لكن زي ما أنت قلت الدعم أن الناس بتدعم بعض والدعم بعضها بالإيجابية مش بالسلبية صحيح والحكاية مش حكاية حلة المحشي لوحدها لكن اللي حط الأكل كمان لما بيتكلم في التليفون ويقوله إيه إحنا بس عايزين اوعى تزعل من حاجة ولا تقلق لكن في الأول وفي الآخر آه فترة هتبعد بيها عن وجع الدماغ وتوتح لك يومين وتيجي أحسن مما كنت صحيح هي فكرة حتى الأكل والشرب والحاجات دي هي فكرة أننا معاك آه طبعا أنت لست وحدك يعني يا دكتور أصل وفي مشكلة كلنا بنقع فيها نفسية قوي لما بحيث أننا الوحدي ده نشايل الطين لوحدي أو زي ما احنا بنقولك مصريين قولك أنا شايل الطين المشكلة عندي أنا شايلها لوحدي ففكرة أننا لا إحنا مع بعض بتفرق إزاي معنا من ناحية النفسية دي أهم حاجة فيها إحساسك مش بس أنك أنت مش لوحدك إحساسك أن حد حاسس بيك الحكاية مش حكاية كده بس اوقع تفتكر حضرتك أنه هو لما بيكون حد عايز يقف قدام يعني مع حد ما يجي يقوله إيه إحنا هنصرف لك مرتبك يعني بدر شوي عشان تواجه المشاكل وربنا يسترها علينا كلنا تبص تلاقي الجملة سخيفة صحيح والفلوس ما لهاش قيمة صحيح إنما لما يجي حد يقول لحد تاني إيه لا دا أنت ترتاح واللي أنت عايز نوصله لك لغاية باب البيت صحيح بص بقى حضرتك الفرق ما بين الجملتين يبقى الدعم المعنوي هو أهم ما في الحكاية تمام وأهم حاجة كمان إن حضرتك ما تتوقفش عن كل ما هو سلبي بخصوص أي مشكلة بتواجهنا دلوقتي خد بالك إن في ناس انخفضت يعني إمكانياتها المادية وفي ناس دي تقريبا هي ثابت شغلها طبعا فقابلني شاب والله عنده عربية لسه شريه فاضطر يبيحها لأن زوجته دخلة على الإنجاب وشغله في السياحة بيتوقف للأسف فلما جي قال لي أنا كنت مرتبط بعربية اللي بيعتها لكن قلت مراتي وابني اللي جاي في السكة أهم طبعا قلت له طبما أنت حلتها قال لي يعني إيه قلت له لو أنت فاكر إن العربية أو الفلوس أهم من بني أدمين عمرهم ما حينسوا اللي أنت عملته تبقى غلطان طبعا أنت عملت شيء يثبت أنك رجل رجل تعرف تقف مع عائلتك وعائلتك الصغيرة دي هي مستقبلك اللي جاي طبعا عشان كده أنا كل اللي بطلبه حافظ على مهاراتك الشخصية في المواجهة حافظ على سيانة شخصيتك وإمكانياتك العقلية والثقافية عشان أول ما تعد الدنيا وتهدى وتبتدي تعود لكفاقتك العملية مرة تانية ما تكونش تجمت يا طبعا لإن اللي قفل محله أو قفل أهوته علشان فترة الاحتراز اللي فاتت وأهمالها لما بيجي يشتغل مرة تانية بيجي تصعوب طبعا لإنه بيلاقي التلاجة بازت وبيلاقي مش عارف الأضواء مش عارف بتعمل المتجاز ما بيشتغلش أنا بتدي من جديد دي حاجة صعبة جدا إذن الحفاظ يا فنم حافظ على اليقتك وزنك ما يزيدش قوي عشان تعرف تتحرك حافظ على قراءاتك اقرأ وانت في وسط الأزمة يعني أستسمر وقت الأزمة مهمة جدا وابتدي اعمل اتصالاتك وخلي دعم العلاقات وقل لهم أنا سأظهر أمامكو مرة تانية أنا جاي تاني احنا هنشتغل تاني ما تخافوش دايما ادي أمل بهذا الجانب الاستسلام يقتل ببطء ولكن المقاومة هي اللي بتخليك دايما بمهارتك طيب دكتور فيه يمكن سؤال أنا بشوفه انه هو مهمة جدا ولادنا ولادنا يعني دلوقتي بقوا يعانوا فكرت ان خلاص ما بقاش في مدرسة وإحنا من الأول يعني بقينا أونلاين عشان الكورونا ما فيش فصح عشان الكورونا ما فيش تتاو جدوا نروح لهم عشان الكورونا ما فيش حد هيجلنا البيت عشان كل حاجة بقينا أدناء أدناء في حياته يعني فإزاي نتعامل معاهم ونحافظ كمان على سلامتهم النفسية أنا يمكن قلت ده قبل كده في لقاءات سابقة هتاخد عربيتك وتركب أسرتك وتمشي في الشارع وفيش عجر عيد ميلاد دلوقتي السنة دي تختلف عن كل سنة صحيح النازينة عيد الميلاد اتصرف عليها أيوه والاحتفالات بقت أعلى حلوه شفنا شبرة وشفنا التجمع وشفنا الشيخ زيد وحاجات ما كناش نتخيلها وفي أماكن شعبية جدا حطين فيها أشياء ما كانش ده موجود قبل كده أيوه خد عربيتك وليف وخلي الولاد يشوفه من الإزاز بتاع العربية أهو شايفين الزينة هي شايفين الشوارع ما تقلقوش بعد كده هننزل وهنلعب وهنعمل كل حاجة ولو عايزين حاجة انزل هتلوهم لوحدك وانت لابس الكمامة بتاعتك وانت معك إجراتك الاحترازية وشوف الحاجة الآمنة وهتهلهم عايزين جده وتيتا اتفق مع جده انزل عند البيت خليهم يعملولهم باي باي من جور العربية وهو ما يطلعوا في بلكونة أو شباك يعني شوف رغم إنك ما روحتش بس وصلتهم لغاية البيت وخلتهم يشوفوهم وحنجلكوا تاني بس هي مسألة أيام وخدهم ويرجع إن شاء الله كل أسبوعك بتعمل الخطوة دي ما تخلهمش يحسوا إن فيه حاجة نقصة أو زي ما انت فاكروا قل لهم على فكرة ما إحنا وإحنا شوفناهم بل زي الفل لهم وبيقول لكم باي باي لكن اللي إحنا عملناه خايفين عليهم وخايفين عليهم كمان وسألة تواصل حديثة بالصوت والصورة أعتقد برضو نشكر ربنا إن موضوع الكورونا جي في وقت فيه وسألة تواصل حلوة يعني ممكن ممكن تغطي يعني دي كانت موجودة كمان قبلها بس عملت اعتمادية على الحاجات الإلكترونية حضرتك بمعنى إنها بقت بديل عن اللقاء الشخصي بفترات بعيدة فبقت حاجة بتخنؤ إحنا مش عايزين ده يفضل بقعادة لأنه موجود يعني حتى لما سألوني عن الدراسة أونلاين إيه أخبارها قلت لهم أنا عندي ده يكون في شكل مؤقت بس لكن ما تهدمش أهم قيمة تواصل ووجود المعلم جوه الفصل وأنه هو يسأل الولد وجهة لوجهة وإن الولاد الزملاء ويشوفوه هو بيجاوب ويسقفوه كمان بناء على طلب المدارس القيمة دي إنك تبقى عامل حساب الهم وارك عشان هو يشوفه ويبقى شايف الابتسامة وشايف التكشيرة وبيتفاعل دي شكدا الأونلاين حلو وجميل أهلا وسهلا بس اللقاء الشخصي لا غيناء عنه صحيح عشان كده لازم تتوازن اعمل البالانس ده خليه يعمل ده يعمل زوم يخش على السكاي بي ويتكلم مع الناس أهلا وسهلا لكن برضو خليه ينزل ويشوف الشارع ويشوف الناس ولوعا من على مبعدة بس برضو يا دكتور يعني إحنا هتعد علينا مناسبة زي العيد عيد الميلاده على الأبواب إحنا بنقنع الناس إحنا لا مش هننزل مش هنروح خاصة أنه عندي كبار السن لأنهما لو يتأزوا يبقى بسببنا يعني فبرضو نفسيا بيوم زي ده بيعدي بصعوبة مفيش كلام هنبدلها بشوية لعب وحنجيب شوية حاجات ليهم في البيت وحنقعد نلعب وياهم وحنقول لهم أصلاحنا في أجازة والأجازة ده حتى في ينايو بيبقى الجو ساعة فما بقيه ساعات بنخاف نخرج بالليل مفيش مشكلة بس أهم حاجة أن القعدة ما تبقاش فيها أزمة ما نتقزمش نحولها اللعبة وعلى فكرة خد بالك ساعات الأب والأم بيتكلموا في المشكلة بشكل كتير فالولاد يلقطوا بعض الجمل حياة صعبة قوي إيه السخافة دي إحنا مخنوقين تلاقي الأولاد بدأوا يتأزموا حتى لو ما نقشوش الحتة دي صحيح بلاش نستخدم الألفاظ دي معلش دكتور طارق أنا تقريب نوقتي بيخلص لكن لو قلنا دكتور طارق هي قلنا النهاردة رشدت التفاؤل كل واحد فينا وفي وسط ده كله لكن رغم أن بيحصل كل ده لكن هنبقى متفقلين لو حركت قلنا رشدت التفاؤل ابتسم وقول ربنا موجود ولا تفكر في الأمر كثيرا اطمئنه جدا 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 ودعي الأمر لمن يدعي هكذا قال لنا سهلا بحضرتك فاكر أنا بشكر حضرتك جدا دكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك ألف شكر لحضرتك على يعني الوجبة التفاؤل اللي خدناها من حضرتك حتى من غير ما تتكلم اللي ابتسامة بس ما تحرمش منك حبيرا شكرا جدا يا دوك شكرا كل سنة وتطعب وحضرتك طيب شكراكم مشاهدين على متابعاتكم لينا في حلقاتنا النهاردة إن شاء الله نكون معاكم يوم الاتنين جاي التسعة الصبح وصباح النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة